الله بإذن الله الحقيقة كمان الاتحاد الانجليزي الكورت القدم أعلن عن 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لعبين وبين أعضاء الجزة فنية في البريمير ليك خلال الفترة بس من 9 ل 15 نوفمبر يعني خلال 6 إيام وكشف الاتحاد الانجليزي في بيان اتنشر على موقعه الرسمي مبارح بالليل عن خضوع الحالات الإيجابية اللي تم اكتشافها طبعا لعزل منزلي لمدة 10 إيام وأجرى الاتحاد الانجليزي في نفس الوقت الإسبوع ده حوالي 1207 اختبار عشان يتم الكشف عن فيروس كورونا للعبين والأجهزة الفنية للأنديل اللي بتشارك في البريمير ليك خليني أقول لحضراتكم أنه الإصابات بتاعت الإسبوع ده تحديدا تعتبر هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية الموسم والرقم الأعلى كان مسجل في الإسبوع الرابع بإصابة 10 حالات فقط وده طبعا رقم كبير ومخيف وممكن يدي دلائل على الكلام اللي كنت بقوله حضراتكم من الموسم اللي جاي مش بس على مستوى البريمير ليج ولا على مستوى المنافسات القرية في أفريقيا على مستوى العالم كله ممكن يكون مهدد بعدم الاستكمال اتحاد الانجليزي كمان ذكر أنه بيقدم المعلومات المجمعة طبعا بقى غرض النزاهة والشفافية في المنافسة وأنه لن يكشف عن أي تفاصيل بشأن اللاعبين وهيتم الاكتفاء بالإعلان عن النتائج الإجمالية فقط بعد كل جولة ترجمة نانسي قنقر